اشتركوا في القناة وتبلغ قيمة هذا الاصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 18 من شهر ابريل 2024 وتنتهي في 17 من شهر ابريل 2025 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 26% وقد بلغ معدل سعر الخصم 94 و265 من 100% علما بانه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة 135% كما بلغ الرصيد القائم لاذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران و110 ملايين دينار بحريني والان نترككم مع سعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية وابرز العملات العالمية وللحديث حول آخر المستجدات الاقتصادية يسرنا أن ينضم معنا في الستيديو السيد إيهاب رشاد المدير العام لشركة مباشر كابتل البحرين مرحبا بك استاذ إيهاب في النشرة الاقتصادية مرحبا بك استاذ إيهاب في النشرة الاقتصادية في البداية استاذ يعني كيف تقيم أداء الأسواق المالية الخليجية في الوقت الحالي وهل هناك تأثيرات من التغيرات الجيوسياسية مؤخرا؟ بالطبع فيه تأثيرات كبيرة جدا حصلت خلال الفترة الماضية خاصة بعد التصايد الأخير في منطقة الشرق الأوسط احنا شاهدنا في جلسة الأحد الماضي في بعض التزبزبات وفي بعض النزول في بعض الأسواق الخليجية اللي اتعملت أو اللي اشتعلت فيه هذا اليوم وشفنا في بعض التأثير وفي بعض جني الأرواح على بعض الأسهم وبعض المستويات القطاعات وفي الأول لقينا أنه في بعض الجزب لأنه فيه مخاطر ممكن تحصل وبس بعد كده الحمد لله يعني بعد جلسة الأحد وانتهاء جلسة الأحد اللي احنا يوم الأثنين الأسواق بشكل عام بدأت أنها تستردع في اعتها مرة أخرى وبدأت الأسعار بالحد ما ترتفع مرة أخرى بعد الخفاضات اللي كانت حصلت يوم الأحد الماضي بالنسبة للأسواق العالمية كيف تقيم أدائها خصوصا أنه يعني شاهدنا انخفاض كبير في مؤشر S&P 500 هل تتوقع استمرار هذا الانخفاض؟ هو بالنسبة للأسواق العالمية فيه عندنا تأثيرات كبيرة على الأسواق دي من ناحية التأثير أسعار الفايدة احنا كنا شاهدنا في نهاية 23 بعض التصريحات من بول عن أن أسعار الفايدة ممكن نحنا تترجع إلى سبتمبر أو يمكن نهاية العام أن نحن نفكر فيه النزول بعد ظهور بعض المؤشرات عن التضخم ولا زال التضخم أكتر من المستويات المطلوبة وجدنا أنه فيه عودة مرة أخرى للحديث عن أن الأسعار الفايدة ممكن تثبت على هذه المستويات فبالتالي ده بيدي مؤشر طبعا للشركات أن مصاريف الاقتراض والتكلفة ممكن تفضل أن هي مستوياتها عليها فبالتالي بتأثر على ربحية الشركات فالتأثير على ربحية الشركات طبعا بيؤدي في الآخر إلى ممكن يحصل هبوط في الأسعار وهبوط في المستويات الربحية فبالتالي المستثمر بيكون خايف شوية أو متوجس من الأسعار فبالتالي ممكن اللي بحق أرباح بيقدر أن هو يبحى ويعمل جاني أرباح فده هو اللي حصل الفترة اللي فاتت أن فيه عدم يقين من أسعار الفايدة وأن هتخلص أو هنخلص الترند ده من الأسعار اللي متفعة بنهاية الربع التاني ولا هندخل على الربع التالي بنفس المستويات بالإضافة لده طبعا الأجواء الجيوسياسية اللي بتأثر بشكل كبير طبعا في إندادات وفي الأسعار اللي بتقدر أن هي للسعى بتقدر أن هي تتوصل بها نعم بالنسبة لأسواق الذهب لقد شاهدنا يعني في الأسبوع الماضي انخفاضا قياسيا والآن يعني رجعت بالارتفاع فهل نتوقع ارتفاع أو انخفاض في المستقر هو الدهب دايما هو الملازل الآمن للاستثمار في حالة عدم اليقين في الأسواق المالية وإحنا طبعا شاهدنا من بداية 2024 أن احنا شايفين أن فيه ارتفاع متتالي في أسعار الدهب وبعدها حصل عملية جني أرباح بعد الأجواء الجيوسياسية اللي في العالم كله بدأت أنها تهدى شوية وبعد كده بصينا لقينا مرة تانية مع التصريحات اللي قالها الفيدرالي أن لا فيه مشكلة يا جماعة في الاقتصاد وممكن الملازل الآمن ده يظل هو وي السندات المستثمر اللي هو بيدور على الستثمار طويل الأجل اللي احنا عارفين أن مستويات الأسعار الدهب على مدى الكورون الماضيها اتجاه ارتفاع بيحصل في بعض الأوقات جني أرباح بيحصل بعض الأوقات نزول زي ما حصل الفترة اللي فاتت بس بيعود مرة تانية الارتفاع والصعود المستثمر متوسط الأجل متوسط الأجل أو قصير الأجل هو ده اللي بيكون بيتضرر إذا كان الأسعار بتتزبزب بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو شهري أب أو دون إنما على مستوى المستثمر طويل الأجل لا احنا شايفين أن الدهب من الملازات الأيمنة أن ممكن أي مستثمر يدخل ويستثمر فيها بدون أي خوف من مجدد نظرك يعني ما هي أفضل فرص الاستثمار في الوقت الحالي في شهر أبريل نحن باللغة نحن ندور على الاستثمار لو طويل الأجل نحن نقول أن الدهب ده أحسن حاجة ممكن نحن نستثمر فيها بالإضافة لكده أن ده موسم النتائج وإعلان النتائج على الشركات سواء الشركات الموجودة في الدول الجي سي سي والدول الخارجية فإحنا ندور على المستثمر على الشركات الحقيقة أرباح مالية قوية ندور على الشركات التي بتدي ديفيدنس أو بتدي كوبونات بشكل مستمر ندور على الشركات التي تقدر أن هي يكون عندها ابتكار أو عندها تطور في المنتجات بتاعتها ده المستثمر الذي يقدر يخلص أو يقدر أن هو يشتري فيه الأسهم دي بلسل ده لو فضلت الأجواء الجوية السياسية صعبة ستبقى طبعا السندات من ضمن الحاجات اللي ممكن نستثمر بيها بشكل قوي جدا السقوك برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نستثمر بيها بشكل قوي جدا طبعا العقار التيما هو الإبن الوافي للإستثمارات أن على مدى السنين الطويلة هو اللي بيحقق أرباح مجزية للمستثمرين بالتأكيد سيدها برشاد شكرا جزيلا على حضورك شكرا جزيلا على حضورك